حقيقي لازم نبص على الموضوع بمنتهى الواقعية وبدون المبلغات دايما كنا نقول انه مصر دي هي الصخرة اللي بتتحطم عليها دايما احلام الغزاة والمحتلين وما الى ذلك التاريخ مليء بهذه الشواهد بعض شكك البعض قال كان زمان البعض قال يا طرى دلوقتي هنقدر ولا مش هنقدر او البعض يقول بصيغة الغائب وهل المصريين هيقدر ولا مش هيقدر انا عايزك تشوف على المشهد الحالي من 7 اكتوبر وحتى هذه اللحظة 36 يوم مصر خضعت لكل انواع اما الضغط او الاغراء لإيه؟ لانه الحلم الصهيوني يستمر حلم التوسع حلم اسرائيل الكبرى صح؟ تمام فمصر الحقيقة عمليا هي البلد اللي قدرت توقف هذا الحلم عند حده وقفته مرة في 73 وقفته مرة دلوقتي واحنا بنتكلم على المصار السياسي والديبلوماسي المصري شديد الكثافة شديد القوة شديد العمق في ايقاف ده عند الحدود المصرية برضو كما جارت العادة لانه مسألة التهجير القصري ومسألة ان احنا ننسى حلم الدولتين ومسألة انه يتم تهجير الفلسطينيين الاراضي المصرية او الاراضي الاردنية او لاي اراضي اخرى مين اللي خد موقف شديد الوضوح والحسم والحزم بشأن هذا الموضوع لانه هو الدولة الضالعة الطرف الرئيسي في هذه القضية اللي احنا دايما عشان كده بنقول انها قضية مركزية مصر قالت مفيش لا هو مفيش مش انه بنتفاوض على فيه ولا مفيش ولو فيه هيبقى بنسبة قد ايه لا التفاوضات او الضغوط او الاغراءات مع مصر مقفولة مصر كانت شديدة الوضوح في موقفه لا يعني لا ما تتكلمش في الموضوع مع اي جانب مهما بلغت قوته العسكرية والاقتصادية والسياسية ما تتكلمش في النقطة دي لانها مش هتحصل اي محاولة على او اي محاولة متعلقة بارغام مصر على قبول الحل ده المنطقة كلها تشتعل هنا لازم تاخد بعضك وترجع تاني للمشهد بتاع النهاردة تحديدا 11-11-2023 قمة الرياض او القمة العربية الاسلامية ولازم تشوف اللقاءات الثنائية اللي عملها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه اللقاءات سواء اذا كانت مع الرئيس الايراني او هذه اللقاءات اذا كانت مع الرئيس السوري هذه اللقاءات اذا كانت مع الرئيس التركي مع امير دولة قطر الاخ 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 انعكست انما تعكس ايه هي تعكس انه التوجه والسياسة والموقف المصري مش بس داعم لا مسألة ابعد من كده بكتير هي المسألة بانه السياسة والديبلوماسية المصرية مستعدة لبذل كافة الجهود كافة الجهود والتعاون مع اي طرف علشان استقرار امن وسلام المنطقة بالكامل اخد بالك من كلمة المنطقة بالكامل انا مش بس بقولك فلسطين اصلي سهل قوي ناخد المشهد ونعمل زوم اين كده ونروح وقولك والمشهد في فلسطين او اعمل زوم اكتر واقولك حماية المدنيين في غزة فقط لا اللقاءات اللي عملها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة بتقول انه احنا هنشتغل على امن وسلام المنطقة بالكامل الدبلوماسية والسياسة المصرية لا تعرف حدود ولا تعرف ادارة الوجه احنا بنتكلم مع الكل بنتعامل مع الكل امن واستقرار وسلام المنطقة ده امن قومي مصري بما لا يوجد فيه اي مجال واحد للشك